موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من كوشكو الصحافة نصلت الضوء فيه على آخر التطورات والمستجدات في الشأن اليمني والتي تتناولها الصحافة اليمنية والعربية نبدأ دورة المواقع الإلكترونية من نيوز يمن نطالع فيه أبرز التطورات ألمانيا تدعو إلى وقف إطلاق النار في اليمن عنوان آخر مقاومة أزال تستهدف مقرا للحوثيين وسط مدينة دمار ناقل الموقع عن سفير اليمن في الأمم المتحدة الحوثيون وأنصار صالح مجرموا حرب يقتلون المدنيين بالحصار جاءت تفاصيل تصريحات الرئاسة اليمنية عن الجماعات الإرهابية وعلاقتها بالمخلوع في هذا الموقع حيث قال وجهت الرئاسة اليمنية الاتهام لجماعة الحوثي والمخلوع صالح بدعم الجماعات الإرهابية في البلاد وخاصة تنظيم داعش وبالوقوف خلف العمليات الإرهابية التي تنفذها تلك الجماعات في محافظة عدن ومناطق يمنية أخرى أكد مصدر المسؤول في الرئاسة اليمنية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الجماعات الإرهابية أدوات مفضوحة للحوثي وصالح تتبادل الأدوار معهما ويأتي الاتهام معاقبة حادثة للهجوم استهدفت دارا للمسنين في عدن أمس وقتل فيها 16 موظفا بالدار قال المصدر إن تلك الجماعات الإرهابية لم يكن لها الأثر عندما كانت عدن تنزف ويواجه أبناؤها مصير تحرير مدينتهم بل ذهبت بعيدا للمكلة لتظهر تلك الوجوه الظلمية المتخفية فجاءت في تبادل للأدوار مفضوح لأدوات الحوثي وصالح نذهب إلى موقع يمن مونيتر نستعرض فيه أبرز الأخبار والعنوين الرئاسة اليمنية ومحافظ عدن يتوعدان مهاجمي دار المسنين بالعقاب الرادع في موضوع آخر مسلح الحوثي يواصلون استهداف مستشفى الثورة في تعذ أما عن حادثة المجزرة لدار المسنين مجلس التعاون الخالجي يدين الهجوم الإرهابي على دار المسنين في عدن وتناول الموقع من مأرب عن إبطال عبوة ناسفة بالقرب من مبنى البنك المركزي في مأرب ويقول الموقع في التفاصيل أبطل خبراء لمتفجرات يمنيون عبوة ناسفة زرعت بالقرب من مبنى البنك المركزي اليمني في محافظة مأرب شرقية البلاد وقال مسؤول أمني ليمن مونيتر إن خبراء متفجرات أبطل عبوة ناسفة زرعها مجهولون أمام مبنى البنك المركزي بالشارع العام وسط المدينة وأضف المصدر أن أحد المواطنين أبلغ حراسة البنك بوجود عبوة ناسفة وبدورهم أبلغ الأمن لافتا إلى أن قوة قوامها تقدر بنحو عشر دوريات تابعة لجهاز حراسة المنشآت طوقت المكان ومنعت الاقتراب منه في الوقت الذي قام خبراء متفجرات بتفكيك العبوة وبإبطال مفعولها سياسات عبثية وتسامح مجتمعي تحت هذا العنوان كتب محمد صلاح مقالا في موقع يامن وونيتر تحدث عن الفلاح اليمني في مواجهة الطغاة وقال فيه أكثر ما يمتاز به تأريخ الفلاح اليمني خلال القرون الماضية هو مناجزة الطغاة ومجالدة الغزاة حتى أوشكت المواجهات المتواصلة تشكل عامل توازن نفسي داخل المجتمع وللأسف فإن كل أنظمة الحكم ومعها قوى المجتمع المختلفة التي عرفتها البلاد خلال قرون متواصلة إلا من فلثات لم يكتب لها البقاء لم تعمل على وضع حد لصراعات وعدم تكرارها مستقبلا لكنها استغلت حيوية المجتمع وأفرغتها في الحروب على السلطة وفي أوقات عديدة للإستحواذ على بقعة جغرافية محدودة لقد تمكن مكاربة وملوك وتبابعة اليمن القديم من استدمار طاقة الإنسان اليمني وإشباع نزعته في مغالبة الصعاب وتوجيهها في البناء والعمرات ولو وجدت البلد في هذا الظرف التاريخي قيادة سياسية رشيدة فإن الفلاح والعامل والتاجر اليمني سوف يعمر الأرض السعيدة كما عمرها آباؤه الأولون بنات سبأ وحضر موت وحمير فاليمن وإن كانت قد فقدت إنجاز العمل المبدع بسبب ديمومة واستمرار عوامل الاضطراب لكنها لم تفقد القدرة على إتيانه تعد التقلبات السياسية والصراعات المستمرة حول السلطة بين القوى السياسية والاجتماعية والدينية ظاهرة ملازمة لتأريخنا اليمني عبر القرون وقد أصابت اليمن بالنكبات وجرعت الشعب الويلات وأوردته المهالك ورغم تتابعها وتواليها غير أن اليمنيين لم يضعوا لها حدا يجنبهم معاناتها وتكرار فصولها المأساوية الشيء الوحيد الذي تعلموه من كل ذلك هو التسامح الذي نجده حاضرا في الوجدان اليمني وكسر حدة التطرف بين أطياف المجتمع ذات الميولات والولاءات السياسية المختلفة والانتماءات المناطقية والمذهبية المتعددة مع كل مصالحة يتم تحقيقها مشاهدين نقرأ من موقع التغيير نت أبرز الأخبار عن التطورات الميدانية نقابة الصحفيين تدين اغتطاف السيلي وتطالب بسرعة إطلاق الصحفيين المغتطفين كما عنوان الموقع بحاح يواجه بسرعة التحقيق في جريمة دار المسلمين وبضبط من يقفون خلفها في الشأن الاقتصادي مصارف اليمن تسرح العشرات من موظفيها نذهب إلى تفاصيل الكمين المسلح الذي نفذته المقامة الشعبية ضد الميليشيا والمخلوع في البيضاء جاء في التفاصيل لقي خمسة من ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية مصرعهم مساء أمس الجمعة في كمين المسلح نفذته المقامة الشعبية في مداخل قرية الزوب بقيفة رداع محافظة البيضاء نقل الموقع عن وكالة الأباء الرسمية سبعاً مصادر محلية أن المقامة استهدفت سيارة هيلوكس تابعة للميليشيا حاولت الدخول نحو القرية بعد اتفاق مع المقاومة بالسماح للحوثيين بإخراج جثث لقتلهم من خلال وساطة قبلية أضافت المصادر إن الميليشيا حاولت استغلال خروج الوساطة وتمكنت من التوغل باتجاه القرية غير أن المقاومة تنبهت لذلك الأمر واستهدفت السيارة ما أصفر عن سقوط عناصر الميليشيا التي كانت في السيارة بين قتيل وجريح نقل موقع الصحوانت عن تقرير حقوقي صادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أكثر من 66 ألف جريمة وانتهاك ارتكبتها الميليشيا في 17 محافظة نقل الموقع أيضاً عن سفير السعودية في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلم المملكة العربية السعودية ودول الخليج ستمول إعادة إعمار اليمن ركز الموقع على التقرير الذي رصد حالات وفاة نتيجة انعدام للأكسجين في تعز يقول الموقع في التفاصيل أصدرت منظمة شهود للدفاع عن الحقوق والحريات تقريرها عن ضحايا انعدام الأكسجين في مستشفية تعز وذلك للفترة بين أواخر العام 2015 وحتى منتصف شهر يناير 2016 وتضمن التقرير توثيقاً لـ 31 حالة وفاة بسبب نقص الأكسجين الناتج عن الحصار الذي تفرضه قوات الحثيين وعلي صالح على المدينة قالت المنظمة في تقريرها إن من بين حالات الوفاة التي وثقتها بسبب عدم توفر الأكسجين لـ 16 طفل بينهم 9 حالات لأطفال خدج وـ 15 حالة وفاة للكبار بينهم أرمع نساء وبحسب التقرير وبحسب التقرير الذي أرفق في أسماء الضحايا أن عدم توفر الأكسجين كان سبباً مباشراً في وفاة 27 حالة من الحالات التي تم توثيقها بينما أدت مضاعفات انعدام الأكسجين إلى وفاة الأربع حالات الأخرى نبدأ أخبار موقع مصدر أونلاين من صنعاء حيث قال الموقع غارات على معسكر الصمع شمال صنعاء وسنحان معقل الرئيس السابق إلى غرب اليمن نقيب المعلمين يكشف عن وجود 100 معلم في سجون الميليشيا في الحديدة في الضالع مقتل وجرح 9 من ميليشيا الحوثي في كامينة للمقاومة الشعبية في مدينة دينت نذهب إلى محافظة شبوة حيث ركز الموقع على خبر مقتل عناصر من القاعدة في استيداف سيارتهم بغارة جوية يقول الموقع قتل أربعة مسلحون أربعة مسلحين يشتبه انتمائهم لتنظيم القاعدة بصاروخ أطلقته طائرة بدون طيار درونز على سيارة تقلهم في شبوة شرق اليمن أفادت مصادر محلية لمصدر أونلاين لدى صاروخا أطلقته طائرة بدون طيار في منطقة النشيمة في مدرية رضوم أصاب سيارة على متنها أربعة مسلحين يشتبه انتماؤهم للقاعدة ما أدى إلى مقتلهم على الفور أفاد شهد عيان أنهم سمعوا دوي انفجار في المنطقة وشهد الدخان يتصاعب من مكان القصف مجزرة إرهابية في خدمة إيران كان هذا عنوان بمقال في موقع مصدر أونلاين للكاتب عبد العزيز المجيدي تحدث عن الجريمة التي استهدفت دارا للمسنين في مدينة عدن مؤخرا وقال المجيدي ثم تخلط للأوراق واضح يستهدف تأكيد مخاوف العالم المزعومة عن انتشار الجماعات الإرهابية في اليمن المجزرة الإرهابية بعدا التي استهدفت طاقما طبيا أجنبيا بصورة فضيعة بدت كما لو كانت محاولة التأكيد أن لدى مجلس الأمن الذي تحدث عن مخاوف العالم من تزايد جماعات القاعدة وداعش في اليمن ما يقلقه حقا لفرض تسوية سياسية كهدف رئيسي للمستفيد من الهجوم تشبه المجزرة من حيث الطابع العملية التي استهدفت مستشفى جبلة في محافظة إب نهاية ديسمبر 2002 وقتها هاجم إرهابي المستشفى الذي يشغله طاقم أجنبي فقتل ثلاثة أطباء أمريكيين وأصيب رابع كانوا يقدمون خدمات طبية وإنسانية في المشفى تشترك دوافع الواقعة الوحشية في دار المسنين بعدا مع هجوم جبلة ظاهريا باستهداف أطباء أجانب مغيرين دينيا مسيحيين أو هندوس تكريسا لفكرة تقديم الإسلام بأبشع صور الكراهية لكن استهداف دار العجزة في الضرف الراهن يضيف دوافع أخرى سياسية مرتبطة بالحرب والوضع الميداني وهذا ما يجعل الميليشيا الآن ومن خلفها إيران أحوج ما تكون لهذا الإنقاذ البليغ فعلا وقولا لقد أصبح البلد ميدانا لأجهزة الاستخبارات الأجنبية وهذا مؤكد وكانت إيران تعمل بكل طاقتها للوجود بكل الصور في اليمن في وقت كانت بقايا مسميات أجهزة الدولة ما زالت قائمة لن تتوقف دولة معادية كإيران ذات طموحات توسعية في المنطقة وتمارس شكلا من الهيملة المسموحة بواسطة قوى كبرى عن العبث والوصول إلى أقصى مدى ممكن من الاستنزاف الأمني والعسكري والمالي لليمن أولا وللتحالف العربية على حد سوى مشاهدين نتابع في موقع الموقع العديد من العنوين وتطورات بحاح يستدعي مدير أمن عدن لمناقشة التطورات الأمنية في المحافظة وفي محافظة إب حريق وسط المدينة يلتهم سوقا سوداء وتجدد للاجتباكات بحزم العدين جاء في الموقع أيضا اجتماع سري بين المحافظ والميليشيا للبدء بحملة اعتقالات تستهدف المناوئين لهم ركز الموقع على تفاصيل مصادرة جواز سفر لرئيس منظمة مواطنة عبد الرشيد الفقيه في مطار صنعاء بعد عودته من الأردن يقول الموقع في التفاصيل صادرت ميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح أمس الجمعة جواز سفر للمدير التنفيذي لمنظمة مواطنة عبد الرشيد الفقيه في مطار صنعاء أثناء عودته من الأردن وقال عبد الرشيد الفقيه إن الميليشيا الحوثي صادرت جواز سفري بمطار صنعاء بعد أن استوقفتني وحققت معي في مكتب الحوثيين بمطار صنعاء الدولي أوضح الفقيه بتدوينه في صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك ميليشيا الحوثي استوقفتني في غرفة خاصة بها وحقق معي أحد عناصرها حول سفري ومشاركتي في المؤتمر موجها أسئلة واتهامات سخيفة هكذا نكون قد انتهينا من جولة الصحافة اليمنية نذهب إلى فاصل قصير ونعود لاستعراض الصحافة العربية فابقوا معنا دواصل معكم مشاهدين الكرامة بقى من كشك الصحافة نذهب الآن إلى أهم ما قالته الصحافة العربية الصادرة اليوم والتي ركزت في عنوينها المتعلقة بالشأن اليمني على الجريمة التي شهدتها مدينة عدن البداية من العرب الجديد جريمة دار العجزة هز عدن تقول الصحيفة إن الجريمة التي ذهب ضحيتها 16 شخصا تشكل أحدث تطور في سلسلة الأحداث الأمنية التي تشهدها المدينة وسط انتقادات للسلطة المحلية وقوات التحالف المشرفة على الملف الأمني في المدينة أوضحت مصادر محلية وسكان في حي الشيخ عثمان شمال عدن للعرب الجديد أوضحوا أن مسلحين مجهولين طرقوا دار الرعاية ظهرا وبدأوا بإطلاق النار عشوائيا ليقتلوا 16 شخصا على الأقل من أفراد الحراسة وممرضات يحمل الجنسية الهندية قتل أربع منهم وبالإضافة إلى نزلاء من العجزة والمسنين قبل أن يغادروا تضيف العربي الجديد على الرغم من أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الجريمة ذهبت تقديرات العديد من السكان في عدن إلى طرح احتمال لوقوف تنظيم داعش وراء الهجوم تقول الصحيفة في تقريرها عن الجريمة إنها أعادت إلى الأذهان المجزرة التي شهدتها صنعاء في الخامس من ديسمبر عام 2013 حين هاجم مسلح مرتبطون بتنظيم القاعدة مستشفى في مجمع وزارة الدفاع وأسفر الهجوم عن مقتل 56 شخصا وإصابت أكثر من 150 آخرين صحيفة الحياة اللندنية تابعت الجريمة التي شهدتها عدن وقالت ممرضة هندية خامسة ناجت من الهجوم بعد اختبائها في ثلاجة للتبريد وأفادت الخارجية الهندية أنها تحقق في أنباء أفادت بمقتل أربع ممرضات هنديات في الهجوم وروت إحدى نزيلات دار المسنين عن الحادثة الإجرامية قالت فجئنا الساعة الثامنة صباحا بهجوم مسلحين استهلوا جريمتهم بقتل أفراد حراسة الدار ومن ثم دخلوا إلى الأقسام حيث أخذوا الطبيبات الهنديات وقاموا بتقييدهم قبل أن يقدموا على قتلهن أضافت القتلة كانوا يكبلون الضحايا ومن ثم قتلوهم في أماكن متفرقة من الدار ونقلت وكالة فرانس بخس عن شهود عيان صرخات مقيمين في دار المسنين سمعت خلال الهجوم ووصل العشرات من أهليهم إلى الدار بعد الاعتداء لتفقودهم وذكرت الوكالة أن المهاجمين متطرفون ورجحت انتماءهم إلى تنظيم داعش الذي ازداد نفوذه في عدن خلال الأشهر الماضية من الدولة الوطنية إلى دويلات الطوائف والمذاهب تحت هذا العنوان كتب خالد غزال مقالا في جريدة الحياة اللندنية وقال الكاتب لم يعد الأمر قائما على تخمينات حول التوجه لتفكيك الكيانات العربية بعد أن بات مبضع التقسيم يقوم بجراحاته على الأرض أنتجت الاتفاقات التي أجريت في القرن الماضي بعد الحرب العالمية الأولى مجموعة كيانات عربية بعضها تم تركيبه على قاعدة غلبة طائفية أو إثنية لكن على انتداد قرن أمكن هذه الكيانات على رغم الإعاقات التي تحملها في بناها أن تنتج مجتمعات قائمة بذاتها وأن تكون سلطات ومؤسسات في كل بلد المغضلة المركزية في أن هذه الكيانات حكمتها أنظمة سبدادية أطلت إمكان تحقق اندماج اجتماعي على قاعدة تسويات تضمن حقوق المجموعات القائمة إضافة إلى الاستبداد القائمة على سجن الشعوب العربية ومنعها من ممارسة السياسة وكم الأفواه وتعطيل الحياة السياسية فشلت هذه الأنظمة في تحقيق تحسن في مسويات المعيشة وإيجاد حلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية وهي أمور تراكمت على امتداد عقود وخلقت احتقانا سياسيا واجتماعيا في كل بلد كان يجد ترجمته بالانفكاك عن الدولة لمصلحة العصبيات الأصلية التي كان كل قطر يتكون منها لم تكن الانتفاضات العربية سوى لابنة الشرعية لانفجار أنظمة السبداد القائمة في أكثر من قطر عربي ولم يكن غريبا أن تصعد إلى السطح العصبيات الطائفية والمذهبية لتقدم نفسها بديلا عن الدول الوطنية القائمة لا يفيد في الكلام تحميل الانتفاضات العربية مسؤولية الفوضى العربية القائمة فهذه الفوضى تتحمل مسؤوليتها أنظمة السبداد أولا ثم التدخلات الأمريكية والإيرانية والإسرائيلية ثم الروسية التي صرح وزير خارجيتها مؤخرا باحتمال تغيير الكيانات في الشرق الأوسط في الإفادة من الفوضى القائمة لتنفيذ مخططات هذا المحور المتحالف موضوعيا على هدف إعادة تركيب المنطقة خلافا لما قامت عليه سابقا وأخطر ما في هذا المخطط المس بالهوية العربية للمنطقة وجعل العنوان الطائفي والمذهبي يتصدر كل الحلول إلى صحيفة الميان الإماراتية علقت في أحد عنوينها الشرعية تقول التجويع سياسة التمرد لقتل اليمنيين تقول الصحيفة أكدت الحكومة اليمنية الشرعية أن ميليشيا الحثي والمخلوع تستخدم سياسة التجويع والحصار ونهب قوافل المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى صنعاء عمران حجة صعدة وباستغلالها وبيعها في السوق السوداء في مسعى منها لإطالة أمد المعاناة الإنسانية للشعب اليمني تنقل الصحيفة ما قاله مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليمني خلال جلسة الإحاطة لمجلس الأمن الدولية الميليشيات تنتهج نهج مجرمي الحرب حيث يستخدمون التجويع كوسيلة من وسائل الحرب في كل محافظات لا تزال تحت سيطرتهم كما أشار السفير اليمني إلى أن الميليشيا عمدت إلى زرع ألغام مضادة للأفراد على مداخل ومخارج المدن وفي الطرق الرئيسية والفرعية كما استغرب مندوب اليمن من عزوف المنظمات الدولية عن تسمية من يقوم بنهب المساعدات الإنسانية والتي نعرف أنها كبيرة وليس كما قيل بأنها محدودة محملاً المجتمع الدولي مسئولية عدم إدانة النهب والابتزاز التي تمارس الميليشيات صحيفة الاتحاد تابعت أطورات الميدانية للمعارك وعنوانات واصرع عشرات الحوثيين باقتراب الشرعية من صعدة قالت الاتحاد إن المقاومة الشعبية أعلنت عن تحقيق قوات الجيش الوطني والمقاتلين المحليين تقدماً في المواجهة الدائرة في محافظة الجوف شمال غرب البلاد للسيطرة على طريق دولي يؤدي إلى السعودية وإلى محافظة صعدة المجاورة للمعقل الرئيسي لجماعة الحوثي المتمردة وحققت قوات الشرعية حققت تقدماً نوعياً وقتلت العشرات من الانقلابيين في ثلاثة محاور بالقرب من منطقة العقبة وهي معقل رئيسي للمتمردين الحوثيين لا يبعد كثيراً عن مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف التي حررتها قوات الشرعية منتصف ديسمبر قال المتحدث باسم المقاومة في الجوف عبدالله الأشرف إن قوات الجيش والمقاومة سيطرت على مناطق في خليف الزهور وخليف الغمارة وباتت قريبة من منطقة عرف المهاشمة الواقعة على الطريق الدولي الذي يمر إلى السعودية ويربط بين الجوف صعدة ويسيطر عليه المتمردون الحوثيون منذ مايو العام الماضي أشار المتحدث إلى وصول تعزيزات عسكرية من قوات الجيش الوطني في طريقها إلى منطقة المهاشمة حيث امتنع الكثير من رجال القبائل المحلية عن القتال في صفوف الجماعة الحوثية وتنقل الصحيفة عن من أسمته وجيه قبلي إن سيطرت قوات الشرعية على الطريق الدولي ستقطع طريق امدادات المتمردين إلى منطقة العقبة وتمكن القوات الحكومية من الوصول إلى البقع كبرى إلى البقع كبرى بلدة سعدى شرق المحافظة المحاذية للسعودية صحيفة عكاد السعودية تابعت تدهور الأوضاع الإنسانية وقالت منظمة 80% من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية تقول الصحيفة حذرت منظمة غير حكومية بأن الوضع الإنساني بات مروعا في اليمن إذ أن 80% من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية بعد عام على بدء الحملة العسكرية التي يشنها التحالف العربي وأعلنت كريستينا تيفونو المسؤولة في منظمة حركات الضلجوع خلال مؤتمر في باريس حيث مقر المنظمة إحدى المنظمات النادرة التي لا تزال موجودة في اليمن أن الوضع الإنساني تفاقم والمنظمات غير الحكومية لم تعد قادرة على تغطية حاجات السكان تابعت تيفونو الوضع خلال عام سجل تدهورا كبيرا ففي حين كان 16 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية في شهر مارس 2015 نقدر اليوم العدد بـ 21 مليون يحتاجون إلى المساعدة ولفتت إلى أن مستوى الوضع الإنساني الطارئ رفع إلى درجة أربعة أي ما قبل المجاعة مباشرة في عشر محافظات من أصل 21 وأشارت إلى العقبات التي تعترض عمل المنظمات غير الحكومية ومنها الحد من حرية تنقلها التهديدات اعتقال موظفيها في بلد يشهد نزاعا من جهتها قالت إيزابيل موسار كارلسون مديرة المنظمة للشرق الأوسط نلاحظ تفاقما لحالات سوء التغذية التي تصلنا إلى مراكز المنظمة كما أن الأطفال أصبحوا أكبر من أعمارهم الحقيقية مشاهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة لهذا اليوم من كوشكو الصحافة ونلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة في أمان الله وحفظه والآن نتابع سويا الكاريكتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة